ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة ابن النعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر وكان حارثة رضي الله عنه أبر الناس بأمه كان حارثة ابن النعمان رضي الله عنه يفلي رأس أمه ويجلس إليها وبيده يطعمها رضي الله عنه وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك أم وفي رواية قال ألك والدان يعني بر الوالدين من أعظم ما يكفر الله تعالى به الذنوب فقال الرجل لا فقال ألك خالة فقال نعم فقال فبرها إذن لأن الخالة بمنزلة الأم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحبّى أن يُمدَّ له في عمره وأن يُزاد له في رزقه فليبِرَّ والديه وليصِر رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم ويس بن عامر من قرن من اليمن كان به برص فبرئ كان له أم وهو لها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يدعو لك أو أن يستغفر لك فافعل يوصي أصحابه رضي الله عنهم إذا رأوا ويس بن عامر القرن رحمه الله وهم من التابعين أن يستغفر لهم لأنه بار بأمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما اشتركوا في القناة